اشهد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم حفظه الله مالك فريق بحرين ون لسباق السيارات بتصدر الفريق الترتيب العام لبطولة العالم NHRA للسيارات فئة البرومود لموسم 2023 واقترابه من الفوز لاستعادة لقبه وذلك بتصدر سائقي الفريق ريستون وجاستن بوند المركزين الأول والثاني على التوالي وأكد سمو الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة أن مواصلة تحقيق فريق بحرين ون النتائج المشرفة على المستويات المحلية والعالمية يأتي بفضل الرعاية الكريمة والدعم لا محدود من لدن حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه واهتمام وتشجيع صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ليتبوى الفريق مكانة رفيعة ومتميزة في رياضة السيارات على مستوى العالم وأشار سموه إلى أن استعادة الفريق الصدارة في بطولة العالم في هذه الجولة يؤكد على العمل الكبير والجهد المتواصل من قبل الفريق على التتويج باللقب للمرة الثالثة في تاريخه وأعرب الشيخ عبدالله بن حمد الخليفة عن ثقته في قدرة فريق بحرين ون على تحقيق لقب البطولة العالم وخاصة أن الفريق يسير قدما منذ بداية الموسم الحالي نحو تحقيق ذلك معربا سموه عن تمنيته بالتوفيق والنجاح للفريق في آخر جولتين من البطولة ترجمة نانسي قنقر